بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنظى الله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن الغسس بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن القافلين إذ قال يوسف لعبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي صاجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعبيل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آلي عقوبك ما أتمه وعلى عببيك من قبل إبراهيم وإصحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أثبت إن آبانا لفي زلال مبين اغتلوا يوسف أبت رحوف أرسا يخر لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تغتلوا يوسف وألقوه في عيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا سحون أرسله معنا قد يرتع ويلعب وإنا له لحافزون قال إني ليحزنني أن تزحبوا به وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه قافلون قالوا لئن عك له الزئب ونحن أثبتون إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا ويجعلوا في قيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يمكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وإن متائنا فأكله الزئب وما أنتب مؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميسي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فسبر جميل والله المستعان على ما تسفون وجاءت سيارة فأرسل واردهم فأدلى دلو قال يا بشرى هذا قلام وأسره بذاءة والله عليم بما يعملون وشروه بسمن بخص دراهم معدود وكانوا فيه من الظاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة يكرم من المسواق عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تعبيل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلق شد واتيناه حكما وإلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي وفي بيتها عن النفس وقلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برعان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحش إنه من عبادنا المخلسين واستبق الباب وقدت قميسه من دبر وألف يا سيدة لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال يراودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهليا إن كان قميسه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميسه قد من دبر فكذبنت وهو من الصادقين ولما رأى قميسه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عزيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لظمبك إنك كنت من الخاتئين وقال نسوة في المدينة مرأة عزيز ترابط فتاها عن نفسي قد شقف خبا إنا لنرى في ظلال مبين ولما سمعت بمكر أرسلت ليهن وأعتدت لغن متكاء وآتت كل باهدة وآتت كل باهدة منهن سكينا وقالت اخرج علينا فلما رأينا واكبرنا وقد تعلنا عيديهن وقلنا حاش لله ما عذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فظالكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعسم ولئن لم يفعل ما آمروا ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تزرف عني كيده الناس بيليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب لو ربه فسرف عنه فسرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدلهم من بعد ما رعب الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهم إن يراني أسر خمرا وقال الآخر إن يراني أحمل فوق رأسي خمضا تأكل التير منه نبئنا بتعويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما تآمن ترزقانه إلا نبأتكما بتعويله قبل أن يأتيكما ظالكما مما ألمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإصحاغ ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ظالك من فزل الله علينا وألى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أعرباب متفرقون خير عمل الله الواحد القحار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتم وأنتم أباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وإلا الله الله والدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أهدكم فيسقي ربا خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل التير من رأسه قزي الأمر الذي فيه تستفتياه وقال للذي ذن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبثاه في السجن بضع سنن وقال الملك إن يرى سبع بغرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنوص بلات خزر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون قالوا ازغاصوا أحلام وما نحن بتعبيل الأحلام بآلمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد أمتنا أنا أنبعكم بتعبيلي فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع سنغرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسرع سنبلات خزر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تذرعون سبع سنين دعبا فما حسدتم فزروه في صنبلي إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يعكل ما قدمتم لهن إلا غليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يقاس الناس وفيه يعسرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فأسعى فأسعى الغما بال النسوة التي غتعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما ختبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا خاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز العان حسى حسى الحق أن راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين صالك ليعلم أني لم أخنو بالغيب وإن أن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئي أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي قفور رحيم وقال الملك أتوني به يستخلص لنفسه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء عجر المحسنين والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من عبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين وإن لم تأتوني بي فلا كيل لكم مندي ولا تغربون قالوا سنرابط عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لي لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مونع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير محافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاءه وجدوا بزاءتهم ردت ليهم قالوا يا أبانا ما نبقي يا زيب زاعتنا ردت لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير عن ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتن نبي لا أن يوات بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول بكيل وقال يا بني لا تنخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني أنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمروا أبوهم ما كان يغنينهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب غزاها وإنه لذو المل ما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا من يوسف آبا إلي أخا قال إني أنا أخوك فلا تبتس بما كانوا يعملون ولما جحزهم بجهازهم جعلن سقاية في رحل أخي ثم أذن مؤذن نيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به الهم لقعير وأنا به ضعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا صارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدع بأوعيتهم بأوعيتهم قبل بعاء أخيه ثم استخرج من بعاء أخيه كذلك كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوغ كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فسر يوسف في نفسي ولم يبدأ لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تسفون قالوا يا أيها العزيز إن لوبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا إن دوئنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلس نجي قال كبيروا ما لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موسقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن اليابيع يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرغ وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للقيب حافظ واسأل الغرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فسبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيزا عيناه من الغزن فهو كزيم قالوا طالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الحالكين قال إنما أشكوا بسي وهزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يضعب فتحسس من يوسف واخي ولا تيأس من روح لا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الظر وجئنا ببزاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتغ يتغ ويسبر فإن الله لا يضيع أجر المهسنين قالوا تالله لقد آسرك الله علينا وإن كنا لخاتئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذا يحبوا بقميسي غازا فألقوه على وجه أبي يأتي بسيرا وأتوني بأحلكم أجمئين ولما فسلت العير قال أبوه مني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ذلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجه فارتد بسيرا قال ألم قل لكم إني علم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاتئين قال سوف استغفر لكم ربي إنه والغفور الرحيم فلما دخلوا لا يوسف آبع إليه عببي وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع عببيه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدل من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لتيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد أتيتني من الملك وألمتني من تعبيل الأحادي سفاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صالك من أنباء القيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر أكثر الناس ولو عرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه وإلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معارزون وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الصاعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بسيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من غبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أعلى القرى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاغبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتغوا فلا تعقلون حتى إذا استيعسوا الرسل وظنوا أنهم قد كذب جاءهم نسرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لغن كان في قسسهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترا ولكن تسديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رام تلك آيات الكتاب والذي ينزل إليك من ربك الحق ولكن كثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السمابات بغير عمد ترونا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى من يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد العرض واجعل فيها رواسي وأنار ومن كل السمرات اجعل فيها ذوجين سنين يُعش الليل النهار إن في ظالك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرز قطع متجاوزات وجنات من عناب وجنات من عناب وزوزرع ونخيل سنوان وقيل سنوان يصغى بماء واخد ونفضل بعنا على بعض في الأكل إن في ظالك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب غولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا برب وأولئك الأغلال في عناب وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستأنجلونك بالسيئة قبل الحسن وقد خلت من قبلهم المسلات وإن ربك لهم مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنذي عليك آية من رب إنما أنت منذر ولكل قوم حاد الله يعلم ما تحمل كل أمصى وما تعيذ الأرحام وما تبداد وكل شيء عنده بمغضار عالم القيب والشعادة الكبير المتعال صواء منكم من أسر القول ومن جاربي ومن هو مستخف بالليل وصاربون بالنار لهم أنقبات من بين يدي ومن خلفي يحفزون أو من أمر الله إن الله لا يقير ما بقوم حتى يقير ما بأنفسه وإذا أراد الله بقوم سوحا فلا مرتلا وما لهم من دوني منوال هو الذي يريكم البرغ خوفا وتمعا وينشئ الصحابا السقال ويصبح الرعد بحمدي والملائكة من خيفتي ويرسل الصواعر فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة عق والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسة كفي إلى الماء ليمنو أفا وما أبى ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والعرض توأوا وكرعوا وزلالهم بالقدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخلتم من دوني يولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا زررا قل هليست من أعما والبشير أم هل تست من ظلمات والنور أم جعلوا بالله شركاء خلقك خلقي فتشاب الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الضمار أنظل من السماء ما أنفزا لذودية بقدرها فاحتمل السيل ثبدا رابيا ومما يوغدون لي في النار متغائيا يوغدون علي في النار في النار ابتغاء حلية نومة إن زبد مصر كذلك ينرب الله العق والبات أما الزبد فيضعب رفاء وأما ما ينفع الناس فينبس في الأرض كذلك يذرب الله الأمصال للذين استجابوا لربهم الخصنا والذين لم يستجبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلما أولا افتدوا به أولئك لهم سرء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المعاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن وعما إنما يتذكروا الألباء الذين ينفون بعهد الله ولا ينبذون الميصاق والذين يسلون ما أمر الله بي أن يرسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين سبروا منتقاء وجه ربهم وأقاموا الثلاة وأنفأوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الضار جنات أثني ينخلونا ومن صلح من آباء وازواج وزريات والملائكة يدخلون عليهم من كل الباب سلام عليكم بما سبرتم فنعم أغبا طار والذين ينغزون عدى الله من بعد ميصاق ويخطعون ما أمر الله بي أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويهدر وفرح من حياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا مطاع ويقول الذين كفروا لولا أرزل عليه آية من ربه قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتتمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تتمئنوا القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أعوينا إليك وهم ينفرون بالرحمة قل هو ربي لا إله إلا أخو عليه توكلت وإليه مطاب ولو أن قرآلين سيرت بالجبال أو أتعت بالعرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفر تسيبهم بما سنعوا قارئة أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولغدست ذهب رسل من غبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتم فكيف كان إقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرم وزدوا عن السبيل ومن يزل الله فما له من حاد لكم أعذاب في الآيات الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لكم من الله من واق أم تنبئون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت على نعار كلها دائم وذلها تلك أقب الذين اتقوا وذلها تلك أقب الذين اتقوا وأقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يخرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به لي أدعوه وإليه محاب وكذلك أنزل الله حكماً عربياً ولين اتبعتاً وأهواءهم بعد ما جاءك من الإلم ما لك من الله من ولياً ولا واق ولغد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا له أصواجاً وزرية وما كان لرسول أن يأتي بآية أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل الكتاب يمهو يمهو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بأض الذي نعيده ونتوفينك فإنما عليك البلاق وعلينا الحصاب أَلَمْ يَرَوْ أَنَا نَأْتِيَ الْأَرْزَنَ بُسْوَى مِنْ أَتْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْمُ لَا مُعَقِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيءُ الْحِصَابِ وَقَدْ مَكْرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيْعَلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الطَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ إِلْمُ الْكِتَابِ صَدَغَ اللَّهُمْ عَلِيٌّ عَظِيمٌ سُورَةِ إِبْرَاهِمُ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْرَى كِتَابُ نَنْزَى اللَّهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ الْنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِلَى سِرَاتِ عَزِيزِ الْحَمِيدِ اللهُ الَّذِي لَهُمَا فِي السَّمَابَاتِ وَمَا فِي الْأَرْزِ وَبَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلَ اللَّهِ وَيَبْقُوا نَائِبَ جَنُولَاهِكَ فِي زَلَالٍ بَحِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِي لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُذِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ولغد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج غومك من الظلمات إلى النور واذكركم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل سبار شكور وإذ قال موسى لغوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ظالكم بلاء من ربكم عزيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وآد وسمود والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله جاءتهم رسلهم إلا إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفلاهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تعضعوننا إليه مريم قال نرسلوا ما في الله شك فاتر السمابات والعرض يدعوكم ليغفر لكم من ظنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا يتريدون أن تسدون عما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنع على من يشاء من إباد وما كان لنا أن نأتيكم من سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتمكن المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد أدانا سبلا ولنسقرا على ما آزيتمونا وعلى الله فليتمكن المتوكلون وقال الذين كفروا لعسلهم لنخرجنكم من أرزنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكن أنكم وأرز من بعد إموالك لمن خاف مغامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب قليل مثل الذين كفروا برب معمالهم كرمات اشتدت بالريح وفي يوم عاسف لا يقدرون مما كسب ولا شيء ظالك هو الزلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالهق إن يشع يسركم ويأتي بخلق جديد وما ظالك على الله بعزيز وبرد لله جميعا وقال الوافاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مؤنون عنها من عزاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لا هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مخيص وقال الشيطان لما غذي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وبعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون أشركتمون من قبل أشركتمون من قبل إلا الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنحار خالدين فيها بإذن رب تيتهم فيها سلام ألم تر كيف زرب الله مثلا كلمة تليبة كشجرة تليبة نسلها صابط وفرعها في السماء تؤتي أكلا كل حين بإذن ربها ويزرب الله لمصال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيسة كشجرة خبيسة اجتست من فوق الأرض ماذا من قرار يصبت الله الذين آمنوا بالغول الصابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما يذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة وإذن ربوا الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار واجعلوا لله أندادا ليثلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل لي باديا الذين آمنوا يقيموا يقيموا السلاة وينفغوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبلي يأتي يوم لا بيء فيه ولا خلال الله الذي خلغ السماوات والعرض وأنزل من السماع ماء فأخرج بي من السمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري وسخر لكم الأمهار وسخر لكم الشمس والغمر دائبين وسخر لكم الليل والنار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تؤدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لزلوا منكفر وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجتنني وبنيا أن نعبد الأسلام رب إنه النازل لكثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومنساني فإنك غفور رحيم ربنا إن يسكنت من صرية ببات غير في زرع إن دبيتك المحرم ربنا ليقيموا السلاة فاجعل أفئذة من الناس تعبي إليهم أفئذة من الناس تعبي إليهم وارضبهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يأخفى على الله من شيء في العرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإصحاب إن ربي لسميء الدعاء رب اجعلني مقيم السلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اكفر لي بربل والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله قافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مؤتعين مغنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم ترفوم وأفئذة هم هباء وأنظر الناس يوم تايعتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبئ الرسل أولم تكون أغسمتم من قبل ما لكم من زباد وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وزربنا لكم الأمصار وقد مكر مكر وإن الله مكر وإن كان مكر لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعدي رسله وإن الله عزيز زمتقاب يوم تبدلوا عرض قير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ من مقرنين في الأسفات سرابيلهم من غتغان وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسب دين الله سريع الهصاب هذا بلاق للناس بل ينزلوا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليزكر أولو الألباب صدق الله وليه الرزيم